اشتركوا في القناة اما عن حركة الرياح فهي جنوبية غربية معتدلة خلال هذه الليلة تنخف الدرجات الحرارة أكثر لتصل إلى أربع درجات مئوية وأجواء باردة بشكل لافت في كل من البادية والسهول الشرقية وجبال الشراء ويتشكل الضباب في هذه المناطق اما عن الرطوبة خلال هذه الليلة فهي 85% ودرجات الحرارة التي نشعر بها هي أقل من أربع درجات وحركة الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة لنهار الغد ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ولكنها تبقى دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحيث تكون العظمى حوالي 14 درجة مئوية وتواجد لغيوم متفرقة في سماء المملكة أما عن حركة الرياح فتكون غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة التي نشعر بها هي أيضا 14 درجة مئوية أجواء باردة في المناطق الجبلية وباردة نسبيا في بقية مناطق المملكة والآن مع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد نبدأ من خليج العقبة 13 هذه الليلة وفي وادي رم 7 درجات مئوية وغدا 18 و20 درجة مئوية خلال هذه الليلة أجواء باردة في رأس النقض مع 4 درجات كذلك الأمر في محافظة معان لترتفع غدا إلى 13 في هاتين المنطقتين في الشوبك هذه الليلة 6 درجات كذلك الأمر في الطفيلة والرشادية أقل من ذلك وهي حوالي درجتين لترتفع غدا إلى 9 درجات مئوية والطفيلة حوالي 13 درجة مع التواجد للغيوم على ارتفاعات مختلفة أجواء ضبابية في الكرك مع 5 درجات مئوية لترتفع غدا إلى حوالي 14 وفي وادي الموجب حوالي 18 درجة مئوية والأجواء تكون صافية هناك في مادة 3 درجات وأقل من ذلك في مطار الملكة علياء الدولي 0 مئوي وغدا حوالي 15 درجة في هاتين المنطقتين والبحر الميت حوالي 20 مئوية في غرب عمان 4 درجات والأجواء تكون ضبابية لترتفع غدا إلى 14 وكذلك الأمر في شرق عمان في سويلح 3 درجات خلال هذه الليلة وفي الزرقاء 7 درجات مئوية لترتفع غدا في السلط إلى 14 كذلك الأمر في الفحيس في عجلون هذه الليلة 5 درجات مئوية وغدا ترتفع إلى 14 درجة مع تواجد لبعض الغيوم في أربية 9 درجات خلال هذه الليلة وترتفع غدا العظمى إلى 17 ورأس منيف حوالي 11 درجة مئوية وأجواء باردة في المناطق الشمالية في جراج 7 درجات وفي المفرق حوالي 4 درجات مئوية وغدا 17 في هاتين المنطقتين وتواجد خفيف لبعض الغيوم المتفرقة المناطق الشرقية من البلاد في الأزرق 6 درجات خلال هذه الليلة لترتفع غدا إلى 17 والأجواء صافية الصفاوي 5 درجات وفيرويشد حوالي 3 درجات مئوية أجواء ضبابية غدا حوالي 15 و16 درجة وأخيرا تتراوح درجات الحرارة في الجفر ما بين 5 درجات و16 مئوية إذن بالحديث عن نهار الغد ترتفع درجات الحرارة لكنها تبقى دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بحيث تكون العظمى حوالي 14 درجة مئوية الأجواء باردة في المناطق الجبلية وباردة نسبيا في بقية المناطق وأيضا قد تكون غائمة جزئيا ليلا تنخفض فقط إلى 5 درجات مئوية ليومي الأربعاء والخميس هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكن مع عصر ومساء يوم الخميس هناك احتمالية لهطول الأمطار كما نشاهد في شمال البلاد ما حوالي 14 درجة وليلا تنخفض إلى 4 درجات دائما شاكرا لطب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة